أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أنه لا صحة لما نشرته ميليشيا الدعم السريع حول إلغاء اتفاق جوبا للسلامة وقال الجيش السوداني أن الغرفة الإعلامية للميليشيا المتمردة نشرت نسخة مزورة لقرار مفابرك منسوب لرئيس مجلس السيادة بإلغاء اتفاق جوبا للسلامة كما أكد الجيش السوداني أن تلك المحاولات تستهدف تضليل الرأي العام اشتركوا في القناة